خاتمتنا أين هي؟ مستقرنا أين هو؟ في السماء والله أحياناً واحد كده ينظر في السماء يقول لا إله إلا أنا وين أحيي الموقعي؟ أنا في الفردوس الأعلى تحته سقفه عرش الرحمن منه تفجر أنهار جنة أنا في درجة أدنى أنا في درجة أعلى إنسان كل ما رفع عينه إلى السماء لازم أن يتبصر يتأمل في هذا لازم يتأمل في هذا في مستقره السماء وهي مستقر فأنا أحب السماء وأعشق السماء لأنها هي مستقر بيتي بيت النهائي بيت الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون كذلك فإنسان مربوط بالسماء وكل ما تأمل فيها الإنسان أيضا مربوط بالسماء بحياته العادية يعني لما تجي غيوم مطار ومطار وأجواء جميلة واستمتع وإسحالها هائلة من الاستمتع سبحان الله فإذا أصاب به من يشاء من عباده في القرآن إذا هم استبشرون تفرحون حركتك وحيويتك فإذا أنت تتنقل إلى الأماكن التي فيها الغيوم كنت في منطقة كان قبل فترة في فرنسا يعني والله سبحانه وأنا أتأمى نقول والله إذا كانت هذه هكذا كيف الجنة والله أكبر والله العظيم لحائضات يمر بها الإنسان وهو يرى كأنه في تحابق اليوم مع الجبال مع ندى الأمطار شيء عجيب سخره الله سبحانه وتعالى للإنسان